انتظر في دمعة او تصرخي فلا شيء يعيد وجهك الجميل كما كان ان يصرخ اطفالك بحثا عنك بعد اليوم او تصرخين ان يحرق زوجك بالبنزين لا شيء يعيد احلامك بعائلة سعيدة اسمك شفتلاتي هنالنامكاذا على الصوت ايجي هنالنامكاذا هنالنامكاذا من اللي حركت شنو اسمه اسمك عبدالله سابقا اكوا اعتداء عليك صاير اه داعما مستمر الاعتداء عليك ايه داعم طلبينش اكوا عليك رجل يحرق زوجته اما السبب فهو مجهول اما الجرائم التي تحدث فهي اكثر بشاعة وقد تحدث بسبب صحن فاصلياء ربما هذه قيمة الرجول في زمن اغبر يجد فسحة له في العراق ولك ان تتخيل وجهك الجميل قد يصبح مشوها بالدم بكل سهولة فالقانون الذي يدافع عن حقوق المرأة في العراق لا يفل عدالة في الانسانية قبل حنان توفيت ملاك نتيجة عنف اسري ايضا تتسأل العراقية هل الرجول في فرض قوة الزوج على زوجته الجواب بالصراخ والعويل والتعذيب في كل بيت مغيب عن مرأة القضاء العراقي وباء اخطر من كورونا في اذهان النساء العراقيات يطلبن وينشدن الانسانية بقانون يحمي حقوقهن امام هذا العذاب والموت البطيء لا طرحة العرس تشبه رداء الطوارئ في المشافي ولا انين النساء في الخفاء ولا حلم الامومة قد يكتمل نداء يطرق ابواب العالم اجمع هو نداء عاجل لان تتدخل السلطة الرسمية في العراق والعالم قبل فوات الاوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة